بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد مرحب بحضراتكم ان شاء الله نكمل معاكم نواية الصلاة احنا كنا تكلمنا بلا كده عن نواية الصلاة وذكرنا منها حوالي 7 نواية هنكملها ان شاء الله قلنا اول حاجة ان الصلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجة انك صلي جماعة وقلنا الجماعة المخصوبة لجماعة الاولى في المسجد خلاص واحد اتنين انا بصلي عشان الصلاة من اعظم يعني كل ما ممشي للمسجد يكون اعظم اجره واكثر ثواب رقم ثلاثة قلنا عشان اعد النفسي مكان في الجنة رقم اربعة المحافظة على الصلاة والمشي للصلاة بيرفعني درجات ويمحوا السيئات خمسة من افضل الاعمال زي ما سولي النبي عليه الصلاة والسلام ستة عشان انا عاوز اخش الجنة من باب الصلاة يبقى انا هصلي عشان كده رقم سبعة ان انا عاوز حاجة تظلني يوم الايامة انت بتصلي ليه حتى استظل بظل عرش الرحمن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة ان يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل وذكر منها ورجل قلبه معلق بالمساجد دي سبعة حاجات احنا ذكرنا لك تعالوا نكمل بقى تمانية انا بصلى عشان الصلاة تنور لي حياتي وتنور لي قبري وتنور لي اخريتي وانا ماشي على الصلاة لان الصلاة مظلم يا جماعة فانا بصلى عشان انا عايز احس بنور في بيتي بنور في معاملاتي بنور في حياتي احس ان انا كده عندي راحة نفسية وهو النبي قال والصلاة نور تمام ده تمانية تسعة علشان اما صلي واعد بعد الصلاة شوية كده اقول الاذكار خلي بالكم الناس اللي بتقولك اما اختم الصلاة لا هي الصلاة اختمت بالتسليم مفتاحها التكبير وختامها التسليم مجرد انت بسألنت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ختمت الصلاة ما بعد الصلاة اسم اذكار ما بعد الصلاة انا لو صليت وأعدت شوية أدع ربنا وأقول الأذكار ما بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33 وبعد كده أتم من المئة بلا إله إلا الله أحد ولا شريك يبقى أنا كده تغفر ليه ذنوبي الأذكار اللي أنا بقولها وأنا قاعد مكاني بعد الصلاة دي وأنت قاعد القاعدة دي الملائكة بتدعي لك أنا أصلي وأعود قاعد عشان الملائكة تدعي تدعي لك قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تاني الملائكة تصلي صلاة الملائكة يعني بتدعي لك تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث لو تنم حافظ على إيه على وضوء ملائكة تقول لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحم طول ما انت قاعد وحافظ على وضوك بعد الصلاة طول الأسكار تدعى ربنا سبحانه وتعالى في المكان اللي انت صلت فيه ملايك اليدعين كذلك بالرحمة والمغفرة ده رقم كام؟ تسعة رقم عشرة ان انا بصلي عشان ربنا يفرح بي ياه في حد مش عاوز يفرخ ربنا في حد مش عاوز ربنا يبقى راضي عنه يبقى مبسوط منه طيب انت عاوز؟ اه صلي بستغرب جدا من الناس اللي ما بتحافظ على الصلاة بستغرب جدا وبتعجب لما اتكلم واحد في الصلاة ويقول لك ان شاء الله هصلي من السبت الجاي وانت رايح مشوار الصلاة تصليها دلوقت فاش تسويف اكثر اهل النار اكثر اهل النار المسوفون ولك هاعمل ان شاء الله سوف اقوم بك سوف اصلي لا ما تسوفش حق ربنا ما تسوفش اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا المبادرة الحركة الهمة النشاط جدية وسارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون في الصلاة كذلك فانت عاوز ربنا يفرح بيك عليك بالصلاة ده كلام مين ده كلام النبي عليه الصلاة يقول ايه ما توطن رجل مسلم المساجدة للصلاة والذكر واحد متعود ان يروح المسجد ولما في فرض ما يجيوش ولا حاجة الناس تقول لك هو فين فلان ما جاشي النهاردة يصلي معنا المغرب كنا متعودين نشوفه كل يوم يا جماعة نشوفه اطمنوا عليه خلاص الناس خادت عليه يعتاد المساجد يرتاد المساجد ده برضو حند ربنا سبحانه وتعالى ليه مقام وله منزلة وما مننا إلا له مقام معلوم ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم ايه رأيك الحديث ده بالله مفرحك والله أنا فرحت وانا بقول إن ربنا يبش لك يفرح بك يضحك لك مبسوط يعني خليه صديقي كلام بتاعنا الله عز وجل فرحان يعني فرح بقدومك وأقول لك ما هقوله حديثة تانية ما توطن رجل مسلم من المساجد للصلاة والذكر يتحاود أن يروح يصلي إلا تبشبش الله إليه ربنا يفرح به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم ده ربنا سبحانه وتعالى يفرح بك قوي لما أنت تحافظ على الصلاة كده إحنا قلنا كامنية دي كلها نواية قلنا عشر نواية خلينا نكمل بقية نواية الصلاة بحلقة لاحقة بإذن الله شفق على خير سلام الله عليكم ورحمة وبركاته